الناس المسؤولين عن السجون دول بيراعوا حقوق الانسان هل الناس الاكل بتاع المساجين اخباروا ايه يتطقي فيه عندهم علاج ولا لا فيه عندهم مستشفى ولا لا لو فيه حد بيشتكي جايز فيه سجين بيبعت للنيابة العامة الحقوني انا بموت بيجي شوفه هل الوقع دي صحيحة ولا لا فيجي يتطمن فهنا ده الوضع داخل السجون المصرية فانت عندك حاجة تيلة ما تبقاش الان حدش الان دي بلد ما تقلقش انها تجيب اي حد يشوف سجونها ويشوف اماكنها واماكن الاحتجاز هقولك ممكن يبقى فيه في بعض الحالات فيه تجاوز بس هل حد النهاردة في الدولة من اول رئيس الجمهورية لوزير الداخلية لنائب العام بيسمح بقي تجاوز ويسيبه يعني يبقى فيه تجاوز واعتداء مثلا وتسيبه لا شوف الاجراءات اللي بتاخدها للداخلية شوف الاجراءات اللي بياخدها وزير الداخلية شوف الاجراءات اللي النائب العام بياخدها دي دولة بتحافظ وبترقى خلي بالك بكر الحكاية دي كتير قوي ولا يفرق مع الدولة انه في منظمة كتب التقرير لا ولا حد طلع اتكلم في وسائل اعلام ارهابية لا مايفرقش معهم ده ولا يفرق مع حد يفرق معنا مين ربنا ربنا الناس بيتراعى ربنا بيراعي ربنا مش بيراعي مش خايف انه حد هيعمل تقرير ضد مصر طب ما هيعمل تقرير ضد مصر ما عمل ضد امريكا عمل ضد السوين عمل ضد كذا مش عايزة اسمي دول ما فيه كل الدول في العالم في مجال حقوق الانسان بيحصل ملاحظات يعني زي ما حصل في الاجتماع الاسبوع اللي فات ليه هي توصيات توصية عندك هو السجن اللي موجود هنا السجن اللي موجود في برج العرب هل ده سجين الدخلية بتحقق معاه هل ده سجين ان اتقبض عليه وجبته هنا عشان استجوبه لا ليس في هذا المكان وفي السجون بشكل عام اماكن للسجواب مش دور للسجون تستجوب سي من الناس او هذا المتهم او ذاك المتهم مش دوره دور السجون ايه متهم يا اما صدر عليه حكم من القضاء فيجيبه ينفذ الحكم العقوبة هنا او تحت قضية حبس حبس احتياطي مفيش حد هنا هنا وفي تورة وفي انا وفي سوهاج وفي الفيوم وفي اسكندرية وفي ود النطرون اللي كان فيه محمد مرس واعوان تنظيم الارهاب مفيش حد موجود في السجن هنا بلا تهمة مفيش حد موجود هنا من غير قضية كل اللي موجود هنا زين بقول لحقك يا محكم عليه يا ام على زمة حبس احتياطي طيب زمة حبس اللي هو ايه النيابة العامة النيابة بتدي حبس ييجي ويبعد كده يتجديد حبس والحد ما يوحال او يروح او يفرج عنه او يحفظ القضية ولكن هو تحت بند النيابة العامة يبقى هنا عندنا اللي موجودين هنا داخل السجون نوعين محكوم عليه حكم قضائي او بموجب امر حبس من النيابة يبقى القضاء فقط هو كل اللي موجودين هنا اللي هما في هذه السجون صدر الام اللي فاتت ام صور صور اتعرضت وقال لك الحق شفت سجن العقرب وبيعزيوا بيقطعوا الناس حد يطلع من اي حتة يقول مين اللي بيقطعوه طب ماين ده لقريبه اللي بيزوروه بالمناسبة المحكوم عليهم كلهم عندهم زيارات مرة كل اسبوعين المحبوس احتياطي عنده زيارة مرة كل اسبوع طب في حد ما جاء زيارته انا بقول على الهوى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة